وانت بتجي دور الابطال وتهنب ولا ايه؟ ازايكم حلقة جديدة من تيك تيك يا دايكا حنتكلم فيها عن انتصار ليفر بول بسلسية نظيفة على منشيستر سيتي من توقيع صلاح بن النازر تشامبرلين طريق ملعب الامارات وساد يوماني ملك احراج غرب افريقيا قبل ما نبدأ افكركم دايما تشتركوا في القناة عشان يصلكم جديدها ويلا نخش في الموضوع على طول ليفر بول دخل بالتشكيل المتوقع فريقة معروفة حيلعب مين ومع ذلك من الصابق كافو جوارديولا نفسه اعترف بالنقطة دي وكل ده كان مقمول بالنسبة لفكرة ان السيتي مش حيادر يوقف ليفر بول ابدا لكن السؤال الحقيقي ايه بقى العاك اللي حصل في خط وسط السيتي النهاردة ده بيب جوارديولا وفي تعليمات واضحة جدا كان دي بروينا هو اللاعب التاني في الارتكاس جنب دي فرناندينيو كلاعب بوكس تو بوكس ومش بس كده ده في وقت بناء الهجمة كان ديفيد سيلفا كان بيبقى عارب لدي بروينا وجون دو جان هو اللاعب الاقرب لمطقة جزاء ليفر بول عن الاتنين السالف زكرهم قبل كده وده كان شيء غريب جدا وقبل ما تقول ان الجوارديولا كان بيعمل كده اه هقولك ان الجزء الاول كان بيعمله باعادة دي بروينا دايما جنب فرناندينيو وانا ما كنتش معترض على الحاجة زي كده لكن فكرة ان الجون دو جاه نفسه في الملعب ودي بروينا هو اللي يستمر في المركز ده كان شيء غريب جدا بالنسبةلي لان ببساطة بدل ما جون دو جان حيديك 8 من 10 في المركز بتاع بوكس تو بوكس ودي بروينا يديك 10 من 10 كصانع المتقدم انت دلوقتي اقعدت دي بروينا هنقول ان دي بروينا برضه حيديك 10 من 10 يعني هنعتبره ان هو حيديك 10 من 10 في مركز بوكس تو بوكس لكن جندجان مش هديك اكتر ابدا من اربعة من عشرة في المركز اللي انت حطيته في مركز الامامي المتقدم وهكون كريم جدا لما اقولك اربعة من عشرة كريم فعلا لما ديهنا اربعة من عشرة لان جندجان كان تايه جدا وحائر في اللعب ومش قادر يفهم ايه المطلوب منه او على الاقل مش قادر ينفزه في اجرب الجنب كده هو ده المطلوب تقريبا في المركز اللي هو موجود فيه مش بيبقى وشه للمرمى بشكل عام وبالتالي جندجان مش متعود عن النقطة دي بشكل كبير وهي دي المشكلة الحقيقة لو انت بتحافز على بتاخده من ديبروينة حتى لو رجعت المركز بوكس تو بوكس فانت خسفت بالاستفادة من جندجان الارض تماما وبقيت حرفيا في وقت صناعت الهاجمة كنت بحس ان السيتي بيلعب ناقص لعيد يعني بيلعب عشرة فعلا لأمان فريق اصلا لو انت لعبت مع محالتك العادية وب 11 لعيد بيكون فريق شارس جدا عليك في الضغط وبيقودك تماما بفكرة ان انت تلعب بطريقتك العادية في ان انت تسيطع على المباراة ودايما تنقل الكرة بشكل سالس للأمام ودي بتبقى مشكلة فما بالك بقى بكل العكل اللي حصل ده وخلي بالك انا بقول ان دي بروينة عشرة من عشرة في مركز البوكس تو بوكس لكن الحقيقة ان هو مش عشرة من عشرة لاحظ معايا ازاي دي بروينة سايب مركزه او سايب جنب الايصر فاضي تماما ورايح يشارك مع فرنانديني وديفت سيلفا وبندجان في الجنب الايمن كان منظر غريب جدا رباعي وسط السيتي بيكون تقريبا عن خط واحد بس خط طولي بدل ما يكون حالاقل خط عرضي وكله سايب شامبرلين عشان خاطر يكون تحت رحمة هل لروي ساينا هيقدم الاضافة الدفاعية ولا لا صحيح ان شامبرلين قدم حاجة خرافية تزديدة رائعة لكن كل اخطاء الصغيرة دي بتتسبب في مشاكل كبيرة وازام انت شايف المنظر دي بروينة سايب مركانو ومش عشان كده ماداش حتى ادديره عشرة على عشرة انا كتبت الكلام ده في صفحتي ولقيت من واحد من الاشخاص بيعلق بيقول لي لو انت كان السيتي كان فائز مكنتش هتعلق التعليق السلبي ده والحقيقة ان انا اصلا يعني اتشتمت كتير على دايما لان انا كتير قوي بانتقد الفريق الفائز لما بكش بعض العيوب يعني اللي في وجهة نظري والناس بتقول لي انت بتفسد فرحتنا لكن الحقيقة انا نكون بنبه لبعض النقاط اللي اتيها عن الناس او اللي بيعميها الفوز عن الناس لكن حتى بغض النظر عن رأيي ففكرة ان احنا شفنا في الملعب ان الفكرة ثبت فشالها لكن جورديولا هو انتقاده الحقيقي انو حتى لو افترضنا ان الفكرة جميلة من البداية ممكن تتنفذ او عنده غرض معين لكن كان واضح ان الفكرة ثبت فشالها ومع ذلك اصر جورديولا يلعب بنفس الطريقة دي لمدة ساعة كاملة ما يغيرش ولا يعيد تاني في مركز العيبة بل بالعكس لحتى لما غيرها ما كانش ان جندجان يرجع بوكس تو بوكس بقى طلع جندجان ونزل ستيلنج عشان يحاول يصلح الامور دي وعلى سيرة ستيلنج بدأ حيجورنا الخطأ الاخر من جورديولا مش خطأ واحد اللي قام بيه النهاردة خطأ اخر وهو ان سيتي كان بقريبا بيلعب بفردة واحدة في الملعب مفهوم مفهوم ان كايل ووكر هيكون هو الفردة التانية بملعب على الجانب الايمن لما يكون ليروي ساني على الجانب الايسن لكن في النهاية مفهوم برضو ان كايل وكر مش حيادر يفتحها على البحر لان لو فتحها على البحر يكون هو اللاعب اللي بيفتح الملعب من الجانب الايمن في لعب اسمه سادي يوماني ممكن جدا يكلفك كتير على الجانب ايسر وبالتالي كان ووكر دايما متحفز الى حد ما مش هيدر يبالغ في التطرف في التقدم زي ما بيحصل على الورثاني لانه في فارق في المراجز ده جناح وده باك يمين والنتيجة الستي بيلعب بلاعب واحد فقط هو اليروي سيني اللي بيفتح الملعب مما تسبب في تكدس كبير جدا من لعبة ليبربولا على الجانب الايسر للسيتي او الايمن ليهم وكمان طبعا يعني زادت طين بلا ان ديفت سيلفا بطبيعته اصلا بيميل للجانب الايسر بالتالي كان فيه تكدس كبير جدا في المنطقة دي وده شيء يخالف اصلا طبيعة بيب جورديولا المدرب اللي دايما بيستخدم الاطراف مش كغاية لارسال العرضيات لكن كوسيلة كبيرة انه يفتح الملعب عشان خاطر يسهل الامور جدا للعبين الوسط في العمق عشان يقدر يبقى عندهم مساحات لكن دايما عدم فتح الملعب من الطرفين كان عبقى مشكلة كبيرة قوي دايما لانه لعبة العمق بتعاين ان فيه دايما تكدس في منطقة الوسط وليبربول كان ناسي تماما الجانب الايسر لي او الايمن للسيتي لانه تقريبا فيش ولا لعب ممكن يهدده من الجانب ده الا ووكر وكان روبرتسون كافي جدا ان هو يقضي تماما على خطورته ودايما انا بكرر في النقطة دي اننا تذكر تصريح هنري الشهير الخاص في جورديولا لما كان بيحكي لما كان لعب في برشلونة ازاي جورديولا كان متجهم الوجه لمجرد ان هنري خالف تعلماته بالالتزام من الخط ودخل في وسط الملعب لما حس الملعب عشان يشارك في في اللعب وحتى بعد ما سجل استمر جورديولا غبان من كل دا لعيون فتح الملعب فغريبة جدا كان من جورديولا ان هو يفتح الملعب بلاعب من جانب واحد فقط والغريب ان كل دا جيه امام لعبي وسط زي ميلان وهندرسون اللي هما نظريا اقلب كتير من جندجان ودي بيروينا ودايبيد سيلفا واللي ضاعف من المشكلة الكبيرة ان حتى ميل السيتي للجانب الايسر كان هو في الجانب الايمن اللي موجود فيه تشامبرلين هو افضل لعب خط وسط في السلاسي ده وتشامبرلين بدنيا قوي جدا ومعجود شامبرلين ومعجود حتى التزامات بعض دفاعية من صلاح ووجود آآ 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 اللي صحيح كان عنده مشاكل دفاعية لكن كان النهاردة كويس الى حد كبير وميل هندرسون للجانب الايمن كمان لانه عارف ان الناحة التانية تقريبا مفيهاش اي تهديد وبالتالي كان فيه اربع لعبين من دايما موجودين عشان يفسدوا اي لينك بين دي بروينا وسيلفا وليروي ساني ودايما يعني اقصى شيء كان ممكن يحصل اللي هي آآ لمحات فردية مليروي ساني لما بيحاول ان هم يخلو له الملعب لكن دايما اللاعب واحد لا يكفي ابدا اللي صناعت خطورة خصوصا من فريزة السيتي معروف بقوته الجمعية ودول كانوا خطائين كبار جدا لبيب جورديولو ما شفتهمش حتى في المباراة اللي خسيرها السيتي امام الليفر السيتي كان ساعتها صحيح برضو ما كانش في حالته لكن لم تكن هناك اخطاء رأسية كبيرة بل فقط ان الليفر بول كان رائعا بما في الكفاية عشان يهزم السيتي في مورات الاربعة تلاتة الشهيرة وده هيوضح لنا ان الليفر حتى لو كان السيتي بيلعب في حالته الطبيعية كان برضو هيكون واحد من اكتر فرق اللي بتزعج بطل بريمير ليج القادم ارتداد هجومي عظيم ضغط كبير جدا على في كل ارجاء الملعب تقريبا ومحافظة على الكورة بشكل مميز جدا تحت الضغط كان قدرة كبيرة جدا على الليفر ان هو حتى لو في ضغط من السيتي دايما الفريق قادر يحافظ على الكورة لحد الماء ينقلها للجنب الاخر من الملعب وعلى سيرة المحافظة على الكورة والنقل الكورة لالجنب الاخر ملعب لازم اشهد بلاعب لم يسجل اليوم هو روبيرتو فيرمينو حاجة معظيمة العيب رائع فعلا يسبب حرايق يعني فعلا اللاعب رائع بحافظ على الكورة بشكل ممتاز جدا بينقِ الكورة للجنب الاخر بحافظ على الكورة تحت ضغط بيفتح مساحات لزملائه وكمان بيحط زملائه في مناطق خطيرة من الملعب. وده دور مهم جدا لفيرمينو. يمكن الناس كانت بتلتمس لأوزر لبنزيمة في المقطة دي. ان هو دايما كان بيسبب بيعمل نفسه الدور وان كان اقل لحد جبير في هذا الموسم. لكن فيرمينو بقى هدافه كمان بيقوم لك بالموسم يعني بالدور المميز ده. وكان لازم ان انا شيء بيه النهاردة حتى لو لم يسجل اي هدف. كذلك هتذكر موبراتر اللي هو فيه اربعة تلاتة عشان اقول انه رغم انه اخر نص ساعة في المباراة كانت كارسة على الفريق وعاد السيتي وسجل تلت اهداف لكن كانت استفادة كوبرة للنهاردة ليورجين كلوب. يورجين كلوب تعلم الدرس بشكل كبير جدا من المباراة دي لانه النهاردة بعد ما شفنا التلاتة صفر في الشوت الاول شفنا كلوب بيعمل ايه في الشوت التاني? وبيتحفز بشكل كبير ويبقى عقلاني ودايما يبقى فاهم انه مش دايما ان انا لازم اندفع للملعب واحاول ازود الغلق احيانا في بعض الاوقات لازم اوطي تحت الموجة واعقل كده وارثة بالفريق بتاعي وحافظ على فريقي من سكون مرماه هدف بدل ما الخاطر ان انا احاول اصعى تسجيل هدف رابع بالعكس اهم حاجة عندي ما يسكونش مرماه هدف يعمل لي مشاكل كبيرة جدا في مورات العودة. والاسلوب الدفاعي في شوت تاني وتقليل الفراغات ده يمكن كان عامل مساعد لكلوب انه يكرر انه تخرج صلاح. صراحة ان صلاح مهم جدا في الهجمات المرتدة لكن كان اهم حاجة واضحة لكلوب دلوقتي انه لازم يكون كل لعبة جاهزة ان هي تبزل كل غالي ونفيس على الصعيد الدفاعي وتضغط دايما على السيتي وتكون كتلة واحدة بدلا ما يكون صلاح ممكن شبهه مصاب تبع عنده مشاكل في حتى الضغط حتى لو انا مش مطلوب منه يعمل الهجمات المرتدة اللي ممكن ليبر يزوي بها الغلة. اخيرا انت عالم كلوب انه مش عيب ان انا دافع بعد ما سجل بكثرة لكن المهم انه كان لازم يعمل كده لانه النهاردة كان دفاع ليبر بول لوحده كان مظهن شنوها يعني قادر ان هو يوقف السيتي فقط. بل لازم كان كل خطوط الفريق تتكافل عشان خاطر تبعد خطورة السيتي الفريق المميز جدا في كل مناطق الملعب تقريبا. اما جوارديولا فكان تحركه متأخر جدا باشراك ستيرلينج. صحيح ان ستيرلينج ولد بعض النشاط للفريق لكن دايما كان الادرانيين اللي بربولي مسيطر على الملعب دايما ضغط ضغط على كل اللعب للسيتي صحيح ان زي ما قلت لكم ستيرلينج عمل بعض النشاط لكن دايما الالتزام الخانج من سيلفا وديبروينة بالعمق كان شيء غريب جدا يعني السيتي كان عنده جابها مكونة من الولويس ثاني فقط على الجنة وايسر وعنده جابها يومنا فيها ستيرلينج ووكر كان محتاجين لعب اضافي دايما نعمل بعض المسلسات اللي فعلا تعمل اختراق حقيقي ستيرلينج اقصى حاجة بيقدر اعمل ان هو يختارك من الطرف اما يقدرش يدخل لجوة منطقة الجزاء ابدا لان كان في اغلاق تام للمنطق دي كانوا محتاجين لعب اخر يلعب بينات بقى ستيرلينج عشان خاطر ان هو يرسله في مناطق اكثر خطورة مش مجرد يرسل عرضيات كان دفاع كافيل ان هو يبعدك لكن هل يمكن اعتبار المواجهة انتهت انا في رأيي انه لا لانه الفريقين هجوميين جدا والسيتي فريق ترسانة رجومية قوية دفاعه غير مضمون ابدا لكن انا عايزكم تقولوا رأيكم هل انتهت الواجهة في رأيكم ولا لا تلاتة صفر نظريا بالنسبة الناس كتير في مبارات كتيرة ممكن تقول لك ان هي انتهت يعني الناس بتقول ان بارشلونا وروما اربعة واحد انتهت تقريبا لكن بتلاتة صفر مع فريق زي السيتي هل هي انتهت ولا لا عايزكم تقولوا رأيكم في الكومنتات وربما تكون مباراة العودة مهمة جدا لديبروين على مستوى الشخصي اكيد طبعا المستوى الفريق بشكل عام هو الاهم لكن على المستوى الشخصي احنا شايف ان مبارات العودة دي مهمة لديبروين عشان ينقذ ما يمكن انقاذه في سباقه مع محمد صلاح على لقب اللاعب الافضل في الدور الانجليزي لانه محمد صلاح دلوقتي يعتبر فرق بالنسبة لي صحيح ان مبارات النهاردة ما كانتش في لكن انا شايف ان مبارات النهاردة ممكن تأثر في لعوة عي المصوتين حتى لو كانت المباراة دي في بطولة غير المفروض تصوت عليها مين افضل فيها في وهي كانت مباراة في دور الابطال اوروبا بس كده انا خلصت كلامي حوالي تنتقي بعض المقاطر مهمة اتكلم فيها عن المباراة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم واهم حاجة اشتركه في القناة عشان يصلكم الجديد لها لان هو دايما الوقود الرئيسي ان انا اكمل في ان ان انا ننزل فيديوهات دايما ناسبكم على خير سلامة